بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحيم الرحمن الحنان المنان ذي الفضل والإحسان والجود والامتنان والصلاة والسلام الأتمان أكملان على سيدنا محمد إمام الدعاة وسيد الهدات وسراج الأمة ونورها وهاديها وحاميها وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى كل من سار على طريقهم إلى دار القرار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فقه قولي إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا في هذه المجالس مع المبادئ العشرة التي تعتبر مدخلا إلى علم التزكية وما زلنا مع المبدأ الثاني الذي هو موضوع هذا العلم بعد أن انتهينا من المبدأ الأول الذي هو التعريف بهذا العلم موضوع هذا العلم ذكرت فيما سبق أن له مجالين المجال الأول وهو معرفة الله تعالى التي توصل العبد بربه إلى ذلك المستوى الرفيع الذي هو المعرفة الذوقية المعرفة القلبية التي يسعد بها العبد والتي يطمئن بها القلب وهي المشار إليها بقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول نبيا ذاق المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان فهناك الإيمان وهناك الحلاوة وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار هذه المعرفة الذوقية الشعورية القلبية هي التي يدندن أهل هذا الشأن حولها وقد انتهينا بكل اختصار من هذا المجال الأول وكنا مع المجال الثاني ألا وهو مجال معالجة الروح والعقل والقلب والنفس وذكرت فيما سبق أن هذه الأسماء هي لمسمى واحد ولذات واحدة وإنما اختلفت الأسماء بالاعتبارات والأوصاف والأحوال التي تعتري الروح فتارة يغلب عليها ذلك الجانب العلوي وحينئذ تسمى روحا وطارة يغلب عليها الجانب السفلي الطيني الترابي وحينئذ تسمى نفسا وحينئذ يغلب عليها جانب العقل المدبر الذي ينظر إلى عواقب الأمور فيعقلها ويلجمها ويردها إلى الله ويكفها عن كل نقص وعن كل رذيلة وحينئذ تسمى عقلا وطارة تعتريها الأحوال القلبية والوجدانية حيث يتذوق العبد ذلك الذوق الرفيع ويسمو إلى تلك الدرجة العالية فيعيش الإيمان ذوقا وطعما وينتعش بذلك الإيمان ويسمو بتلك الحقائق إلى مرتبة عبر عنها بعض الصالحين بتعبيرات ما استطاعوا أن يعبروا عن كل ما وجدوا في داخلة قلوبهم وفي باطن أفئذتهم وإنما عبروا بتعبير يحاولون به أن يوصلوا إلى غيرهم ما يشعرون به من ذوق وذلك لأن ما يستقر في القلب من تلك المعاني الربانية لا يستطيع اللسان أن يفصح عنه كل الإفصاح لأن اللسان تقصر عبارته عن ذلك الفيض والإمداد الرباني لا تستطيع اللغة أن تعبر عن ذلك فهي تعبر عن ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ولكن الأمر أعظم من ذلك وذلك لأن العبد يعيش ويتذوق ما لا عين الرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا شأن الذوق لأن الذوق لا يتحد فيه الناس وإنما كل واحد يجد ذوقه الذي أكرمه الله تعالى به فلا يمكن للناس أن اتحدوا في مسألة الذوق ولذلك قال الله في مسألة الموت كل نفس ذائقة الموت لأن كل نفس ستذوق الموت بحسب حالها وبحسب وضعها وبحسب قربها من ربها أو بعدها من خالقها وسيدها وبارئها فالذوق يختلف الحال قد يكون واحدا ولكن الذوق يختلف وهكذا فإن هؤلاء القوم حين حاولوا التعبير عن ذلك إنما عبروا بعبارة لم يجدوا سواها مما ينقل ما في قلوبهم حتى إن بعضهم عبر بتعبير عجيب قال إنه إنه لتعتاري القلب حالة يرقص فيها طربا لكن القلب هل يرقص ولكن هذا ما وجد إليه سبيل بالنسبة للغة وقال الآخر إنها لتمر بالقلب فرحة أو كما قال إذا كان أهل الجنة فيها فهم في رغد من العيش وقال الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخل جنة الآخرة هذه كلها أذواق وطعوم يجدها لعارف بربه سبحانه وتعالى الذي ذاق ولذلك قالوا من ذاق عرف وهذا هو الذي يسعى إليه القوم في جميع أقوالهم ويهدف إليه القوم في جميع مؤلفاتهم وكتبهم يريدون أن يوصلوا إلى كل عبد هذه المعاني حتى يتذوقها ويعيش هذا الدين ليس عقلا أو ذهنا ولا طقوسا يمارسها وإنما هي طعوم وإذواق وحلاوة ولذات وزينة في الباطن وتحبب تحبب لهذا الدين كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فبقدر ما يتزين الإيمان في القلب وبقدر ما يتمكن الإحسان في الفؤاد بقدر ما ينفر القلب من البعد عن الله وينفر من المعصية نفورا شديدا فلا يكون العبد متكلفا عندما يريد الطاعة ولا متكلفا عندما يريد اجتناب المعصية وذلك لأن القلب قد تعود أن يطيع بل صارت الطاعة أحب إليه من كل شيء فإذا سمع بالطاعة هرول إليها وسعى إليها سعيا حثيثا قال الله تعالى عن سيدنا موسى وعجلت إليك ربي لترضى ما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى وقال ربي جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين في الخيرات هناك المسارعة إلى الخيرات وهناك المسارعة في الخيرات سارعوا إلى الخيرات تربية ومجاهدة سارعوا إلى الخيرات تربية ومجاهدة وحمل للنفس لتدخل في ميدان الخيرات فكافأهم الله بن أحبب إليهم الخيرات فلما دخلت النفس إلى ميدان الخيرات سارت تسارع في الخيرات وهذا هو السر في الفرق بين قوله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وبين يسارعون في الخيرات دخلوا ميدان الخيرات تربية ومجاهدة فمضت أيام المجاهدة وانتهت مرحلة المجاهدة فعلم الله صدقهم وعلم الله الوفاء بأهدهم وهو سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد وقد وعد سبحانه وتعالى عباده المتقين الذين يجاهدون نفوسهم فيه بأنه سيهديهم سبل الخيرات كلها بل سيرقيهم إلى مرتبة المعية قال الله جل وعلا في آخر سورة العنكبوت وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ومرحلة المجاهدة هي الاختبار اختبار العبد في صدقه واختبار العبد في طالبه هلو يطلب هذا المقام بجد ويطلب هذا المقام بصدق فإذا علم الله صدقه وجده وعلم الله سبحانه وتعالى حرارة قلبه وحرارة حبه ووده أمده الله أدخله في حصنه فلا سبيل للشيطان عليه لأنه ضرب عليه بحصنه سبحانه وتعالى الذي لا يستطيع الشيطان أن يقتحمه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فضرب الله على هؤلاء العباد بهذه الصرادقات من حصنه الحصين الذي لا يستطيع الشيطان وجنوده لو جمع الشيطان جنوده كلهم من أجل أن يقتحم هذا الحماء لرد ردا خائبا لرد ردا خائبا ولن دحر اندحارا شديدا بل لو اقترب من هذا العبد الذي امتلأ قلبه نورا لأحرقه نور العبودية ونور الإيمان فيحترق الشيطان هناك من العباد الصالحين من يسرع قرينه من الشياطين ورد في الأثر أن الشياطين يمرون على شيطان منهم وقد صرع كما يسرع شيطان الجن آدميا فيتساءلون فيقولون من الذي صرعه فيقول بعضهم لبعض صرعه قرينه من الإنس بكثرة ذكره لله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون إن الذين تقوا إذا مسهم حاول الشيطان أن يمسهم فقط لا أن يقترب من ساحتهم لدخولها مجرد مس من بعيد تذكروا فإذا هم مبصرون وهذا الإبصار فيه قوة شعاع لأن هذا الإبصار فيه جانب من الإحراق وجانب من الإشراق يبصرون بجانب الإشراق ويحرقون الشياطين بجانب الإحراق لأنه ما من إشراق إلا ومعه إحراق فهذا الإشراق هو الذي يشرق للعبد في طريقه إلى الله وفي نفس الوقت يحرق كل السحب وكل شيطان يريد أن ينشئ في طريقه سحابة ليغبي عليه الطريق فمن ثم كان هذا العبد الذي جاهد في الله حق جهاده محصلا على هذا الوعد الرباني فهدي إلى سبل الخيرات كلها فلم يفته خير من الخيرات ولا سبيل من السبل المقربة إلى الله وحبب إليه ذلك فلم يجد تكلف لأنه انتهت مرحلة التكلف ليس بين العبد وبين أن يركب في هذه السفينة الحاملة له إلا تلك المرحلة الأولى التي هي مرحلة التكلف التي يسميها الفقهاء بمرحلة التكليف لأن الفقائي يتكلمون على المرحلة التي هي مرحلة التكليف وهو طلب ما فيه كلفة كذا يعرف الفقهاء التكليف طلب ما فيه كلفة مشقة ولكن عندما تتجاوز هذه المرحلة التي هي مرحلة تنفيذ الأحكام وتطلب الله جل جلاله بهذا الطلب والصدق فإن الله تعالى يجعل الهدى مركبا لك يحملك يحملك إلى مقصدك ومن ثم يسمي الله تبارك وتعالى يسمي الله سبحانه وتعالى هذا الهدى الذي مكنك الله من ركوبه يسميه في قوله جل وعلا أولئك على هدى من ربهم ركبوا الهدى وتسنموا ذروته وسخر لهم فأصبح الهدى بمثابة مطية تحملهم إلى ربهم وذلك لأنهم قد تحلوا بالصفات السابقة التي أشير إليها بأولئك ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذي المتقين الذين يمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون والذين يمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يقينون أولئك على هدى من ربهم انتهت مرحلة المشقة وحمل النفس على مرضات الله وإبعدها عن كل ما يغضب الله فهيأ لهم الله تعالى مركب الهدى فقال يا عبادي هذا مركب جعلته لكم وهو كله من الهدى أولئك على هدى من ماذا من ربهم من هي للابتداء أو للبيان أي هذا الهدى هو قادم لهم من ربهم ابتداء وهو من ربهم عطاء فهو قادم لهم من ربهم ابتداء وهو عطاء لهم من خالقهم فركب الهدى ومن ركب الهدى هل يستطيع أحد أن يضله سواء السبيل لا أولئك على هدى وجاء هدى هنا منكرا لإفادة التعظيم فهو هدى عظيم لا يقادر قدره هدى لا تستطيع أن تقدر حق قدره وهل تستطيع أن تتصور هدى أتى من الله إنما تقول كما قال أهل التقى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تركم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون وانتهى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى أن هذا المجال الذي هو مجال موضوع التزكية هو أعظم مجال إنه هو كل شيء في الإنسان ما الإنسان إذا فسد فيه هذا الأمر النفيس ما الإنسان ما الإنسان إذا فسد فيه هذا الأمر النفيس الذي هو روحه أو عقله أو قلبه أو نفسه لا شيء إنما هو قطعة من الطراب لا قيمة لها عندما يفسدوا هذا الكنز النفيس وهذا السر المصون الذي من الله تعالى به على الإنسان الذي لولا هذا السر ما كان شيئا مذكورا ولذلك عندما يفسد فيه هذا السر ويموت فيه هذا العنصر الذي هو عنصر الحياة فإن جسمه لا يساوي شيئا بل ويعتبر ميتا ولا يوصف بالحياة الحقيقية وإن كان هو يتحرك كما يتحرك الحيوان كما يتحرك الحيوان بل الحيوان بل الحيوان يكون أشرف منه لأنه لم يكلف كما كلف هذا الإنسان ولذلك صدق من قال وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور وقال القرآن قبل ذلك وبعد ذلك أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فكان هذا العلم معالجا لهذا السر المصون في الإنسان الذي هو الروح والذي هو القلب والفؤاد ودخل هؤلاء القوم إلى هذا السر المصون من خلال وصف الله له في القرآن ومن خلال وصف السنة له في الحديث لأنه لا أعلم به من الله لا أحد أعلم به من الله كما قال ربي سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قل أنتم معلم أم الله فالله الذي يصف لنا أحوال القلوب في القرآن وأحوال النفوس في القرآن وذلك من أجل أن نراها من خلال مرآة القرآن الصافية الصادقة ومن أصدق من الله حديثا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا هذا بيان هذا بيان هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بلاغ للناس ونزلنا عليك الكتابة بيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين لو رجع الناس إلى القرآن ليبصروا أحوال قلوبهم ويروا تصرفاتها لأبصروا حقائق نفوسهم والقرآن لا يصف فقط وإنما يقدم الوصفة ثم يقدم العلاج هذا قرآن الله الذي أنزله الله رحمة وأنزله شفاء فهو يعرفك بحالك فإن نظرت إلى داخلك من خلال الشاشة القرآنية بهذا التأبير الدارج حين تسلط مرآة القرآن على قلبك تبصر قلبك جليا واضحا فترى أمراضه وعلله وأسقامه وأحواله ثم يعرفك القرآن على الوصفة التي تأخذها فإذا أخذتها بصدق وإخلاص عالجت بها مرض نفسك فخرجت معافا وخرجت مستريحا وعشت تلك الحياة الكريمة التي أرادها لك الله فتعالوا بنا لنرى أحوال القلوب في مرآة القرآن الصافية حوالها في سقمها وفي عافيتها وفي أمراضها وفي شفائها وفي أحوالها وفي تقلباتها وفي المراحل التي تمر بها ثم نراها كذلك من خلال مرآة السنة التي هي المرآة الثانية للوحي فالوحي له مرآتان المرآة القرآنية والمرآة النبوية وقد قال من أنزل عليه القرآن ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه القرآن يصف القلوب يصف القلوب بالعمى فإنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور عندما تعمل قلوب هل تبصر شيئا من المعاني هل تبصر الحق من الباطل هل تبصر الخطأ من الصواب هل تبصر الصدادة من غيره الرشاد من السفاهة المعروفة من المنكر لاستقامة من العوجاج لا لأنها عمية كالإنسان الذي عمي بصره فلا يمكن أن يبصر الألوان فمن عمي قلبه لا يمكن أن يميز بين الفضيلة والرذيلة ولا بالحق والباطل ولا بين الصواب والخطأ ولا بين اللور والظلام فهذا هو القلب الموصوف بالعمى لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وذلك هو أشد العمى ويصفها القرآن الكريم بالقساوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله القلب يقسو ويكون أشد قساوة من الحجارة ونحن نرى هذه القلوب القاسية التي لا رحمة فيها بل هناك من القلوب التي تتلذذ بتعذيب الإنسان هناك قلوب وصلت في القساوة إلى درجة أنها تتلذذ عندما تعذب غيرها من بني جنسها عندما تراه يتألم يتمزق يتقطع هنا تجد فرحتها ومرحها أليست هذه القلوب أشد قساوة من الحجارة؟ لأن الحجارة قد تتفجر منها الأنهار والعيون وهذا قلب قد جف ولم تبقى فيه ذرة من الرحمة بل تحول العياذ بالله إلى هذا القلب القاسي الذي يتلذذ بتعذيب إنسان مثله يحمل عناصره نفس العناصر التي في هذا صاحب القلب القاسي هي نفس العناصر التي توجد في ذلك الذي يعذبه هذا القاسي وليشعر أنه يعذب نفسه لأن الله عز وجل يعبر في القرآن عن الإنسان مع الإنسان الآخر على أنه نفس واحدة ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا أنفسكم التي تحملونها بين جنبكم ولا تقتلوا غيركم لأنها نفس تحمل نفس الخصائص نفس الخصائص نفس الخصائص لهذا الإنسان الذي يتلذذ بتعذيب غيره إذ القلوب تقسم والقلوب تمرض إما بمرض الشهوات وإما بمرض الشبهات في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض مرض الشبهات فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض الشهوات انظروا إلى الإضاءات القرآنية كيف تنفذ إلى داخل القلب فتصف مرض الشبهات ومصدره ومرض الشهوات ومصدره لأن الرب هو الذي يتكلم هنا الرب العليم بذات الصدور هو الذي يصف ما بداخلك بهذا الكلام المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذن يمرض القلب بالشبهات ويمرض القلب بالشهوات والقلب كذلك يصغى لوساوس الشيطان لأنه غير محصا ولتصغى إليه فئدة الذين لا يؤمن بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون إصغاء الشيطان يأتي إلى قلب ابن آدم يدقه يطرقه يتجسس أولا قبل أن يطرقه يتجسس يتجسس على هذا القلب هل فيه قابلية لوساوسه أم لا والقابلية هنا في ماذا في الإصغار فهو يتجسس من بعيد يرسل جواسسه أو يتجسس بما مكنه الله تعالى من بني آدم للاختبار والامتحان فيرسل وساوسه لتجس نبض هذا القلب هل فيه إصغاء وحينئذ سيتجسر عليه أم ليس فيه إصغاء لأن فيه إصغاء آخر لكلام ربه في القلب له إصغاء وليجتمعان إصغاء لكلام العليم الخبير اللطيف إصغاء للحبيب حبيب القلوب إصغاء لللطيف إصغاء للجميل إصغاء للرحيم الرؤوف وإصغاء للعدو إصغاء للولي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات فإن أصغيت إلى السماء رفعت وإن أصغيت إلى الطين والتراب تسفلت فهما إصغاء فإما إصغاء للحق ومن أصغى للحق فمحال أن يصغي للباطل ومن أصغى للباطل فمحال أن صغي للحق إلا أن يشاء الله ولذلك قلنا في الدرس الماضي لسان المقال لسان الحال الذي ينادي ولسان المقال الذي ينادي فهما نداء وكلاهما يناديان للحق فقول ربنا جل وعلا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فإنا هؤلاء قد أصغوا للسان المقال وأصغوا للسان الحال فجمعوا بين السماع والاستماع للنداءين ناداهم ربهم بفعله وناداهم ربهم بقوله فاستجابوا للفعل واستجابوا للقول إذن فالقلب يصغي أو يصغى يصغى للوساوس التي بها يتجسس الشيطان على ذلك القلب الذي هو كنزك يريد أن يسرقه ولذلك إذا لم يجد فيه شيئا لا يحتاج إلى وسوسته لأنه قد خرب قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه هل توسوس اليهود قال رضي الله تعالى عنه ماذا يفعل الشيطان بقلب خرب قلب تخرب ليس للشيطان غرض فيه ولا حاجة إليه لأنه مات لكن عندما يكون في القلب كنز وجوهرة فإنه يحاول أن يسرقها كالنص الذي يطوف حول البيوت فإذا وجد بيت خريبا لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه فإن وجد بيت مصون فيه ما فيه من المجوهرات فهنا يتجسس حتى إذا وجد الغفلة انقض على ذلك البيت يتجسس إذا وجد غفلة من أهل البيت إما نوم وإما سفر ينقض على البيت ليأخذ أغلى ما فيه وأنفس ما فيه هذا هو البيت الذي هو أعظم بيت في هذا الكون إنه البيت الذي يسكنه كلام الرب جل جلاله يسكنه القرآن ومن ثم جاء في الحديث إن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخريب جوف القلب فؤاد الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخريب لا يعرج عليه الشيطان ولا يبالي به إذا القلوب توسوس من لدن الشيطان وهناك القلوب التي تصغى إلى هذه الوسوسة وكذلك في مقابلها القلوب الأخرى القلوب الجليلة القلوب العالية القلوب المصونة القلوب المتعلقة بربها يصفها القرآن ويدعو القرآن العباد كلهم ليسلكوا سبيلها وليترقوا في مدارجها والله عز وجل سيمنحهم ذلك فيصف الله قلوبا بالهداية يصف الله قلوبا بالهداية لأنها قلوبا سلكت مسلك الهداية وارتبطت بمنهاج المهتدين فبلغها الله مناها وحقق لها رجاها وصانها الله عز وجل من كل المشوشات والمكدرات ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والذين آمنوا عملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهدي قلبه هو أتى بالأسباب ثم حقق الله له جل وعلا النتيجة المترطبة على الأسباب من يؤمن بالله وجاء بالفعل المضارع الذي يدل على جديد الإيمان لأنه كلما جددت الإيمان بمجددات الإيمان التي التي هي أحكام الشريعة كلها كلما جددت الإيمان كلما هديت إلى الصواب في كل ما تأتي وتذر هذه هذه الهداية التي يدندن الناس حولها ويسعون سعي حثيث للوصول إليها يمنحك الله الجليل العظيم باتجاهك إليه وبسلوكك طريق الإيمان طريق الإيمان الذي هو طريق كمال الإيمان الذي ينشده الحق سبحانه وتعالى ينشد الحق هذا الطريق الإيمان كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإذا هذا الطريق الذي هو طريق الإيمان هو الذي يوصل العبد إلى تلك الهداية المنشودة والذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إنها الهداية بتجليتيها بالتجلية التي هي البشرى العاجلة التي يعيشها المؤمن في هذه الدنيا ثم بالتجلية الثانية التي هي تجلية البشرى الآجلة وبقي شيء مما يتعلق بأحوال القلوب في القرآن الكريم سوف نتعرض إليه سائلين من الله تبارك وتعالى أن يمنحنا القلوب الطاهرة النقية الصافية والنفوس المزكاه المطمئنة وأن يمنحنا سبحانه وتعالى هداية ربانية حتى نصل إليه بسلام ويذيقنا حلاوة الإيمان ولذة العبادة إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بإسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيثنا وجعلوا الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا آمين 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 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين